مجلس التعاون في الاجتماع وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزري وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ومع السيد جاسم محمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون بينما ترأس الجانب الياباني مع السيد يوشيماسا هياشي وزير خارجية اليابان وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجلات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة والموافقة على خطة العمل المشتركة للفترة للأعوام 2024 وحتى 2028 لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتعليم والصحة والبيئة والطاقة المتجددة كما بحث الجانبان مستجدات القضايا الاقليمية والدولية الراهنة والوضع في آسيا والأمن الاقليمي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة